لكن النهاردة لا وحتى تمثيلية الحرب أو التحالف الدولي للحرب على الإرهاب تمثيلية الحقيقة بكشوفة بالزبط وبالتالي كل دول وبكلام طبعا أنت عارف حضرتك سيد أردوغان لما قال أنه نحن نقلناهم كلهم بين سيناء وبين الصحراء الغربية طبعا زي ما قلنا أنه ده كان مخطط كبير جدا عملية مثل دي لأن حياتك يعني ممكن أنا عايز أنا منش خبير عسكري ومتكلمش في حاجة أنا طبعا دي لسهد قيد العام للقوات المسلحة والخبراء الاستراتيجيين العسكريين هم المنوب بهم يتكلم ولكن أنا هتكلم كمواطن مصري طبعا أنت لما بتحارب حقوب نظامية أسهل كثيرا جدا لما بتحارب مجموعة من الخفافيش بالإضافة نزيد عليهم كمان أنه بليزيدهم قوة هناك دول وأجهزة مخابراتية عتيدة ووطيدة في هذه المواضيع يعني أقصد عتيدة ومتمرنة في هذه المواضيع بيتمدهم زي ما في خانط الرئيس كده قبل قبل كده إنهم بيتدهم بالعتاد والدعم الإعلامي صحيح بيتدهم بالأسلحة بيتدهم بالمعلومات والأجهزة الحديثة والمتطورة فمن هنا العملية ما كانش بسيطة وما كانش ينفع أنها يعني حنا ما تخيلش أن هي جدت يعني في يوم وليلة يعني لكن دي كان لها ترتيب بالتأكيد وده طبعا حتى وده تنفيذ للتكليف يعني إحنا قرينا هذا التنفيذ من تكليف الرئيس من 3 شهر لما قال لهم أمامكم 3 شهر وتنفذوا عملية تطهروا بها سيناء حذروا لكم